لنقرأ مع هبا خضر من كتاب تجارب ست ثورات عالمية مونير شفيق إن الروح الأساسية في الهوك هي المساواة بين الجنود والضباط والصداقة والوحدة وإنه لمن غير المسموح به لأي إنسان أن يوجه كلمات بذيئة أو مذلة لأي فرد آخر ولا يجوز أن ينظر أحد نظرة فوقية لآخر ولا يسمح أن يكبت أحد من قبل آخر وعندما يحدث خلاف أو نزاع فإن الرأي الصحيح هو رأي الأغلبية وإن الجيش الثوري لا يحبه الشعب ويحميه فحسب وإنما أيضا يمثل الشعب ثم تمجموعة من القواعد المسلكية التي يجب أن يتمسك بها كل فرد مثل نظف البيت الذي يستضيفك الشعب فيه ادفع ثمن الأشياء التي تتلفها امتنع عن القيام بأي عمل يسيء للشعب محظور إجبار الشعب على العمل في جيش الهوك ساعد في فلاحة الأرض ساعد الشعب على تنظيم نفسه ودعم تنظيمات الشعب أما قواعد التنظيم الحديدي فهي الطاعة الواعية النابعة من الاقتناع الذاتي ثمانية متطلبات يجب أن يتحلى بها كل مقاتل اعمل بحذر اعمل بسرعة حافظ على السلاح حافظ على الممتلكات احضر في الموعد المحدد وراعي الوقت بدقة كن نظيفا ومركتبا حافظ على قواعد الصحة كن محترما واحترم الآخرين إن التعذيب أو الضرب ممنوعان منعا مطلقا العلاقة مع الأمريكيين حاولت قيادة الهوك الاتصال بالقوات الأمريكية الموجودة في مؤخرة اليابانيين من أجل إقامة تعاون وقد نجحت أولى المساعي عندما كانت تلك القوات تحت قيادة الرئيس الأول ميجور ثورب الذي كان يتعاطف شخصيا مع المقاومة الفلبينية فوعد بتقديم السلاح والتخفيف من المساعي الأمريكية للعرقلة على الهوك ولكن سرعان ما قتل ثورب وعادت مساعي الأمريكيين للتخريب على الهوك وخلق الصعوبات في وجههم وهنا رفعت قيادة الهوك شعار فلنسلح أنفسنا من أسلحة العدو القتال عام 1942 اقتصرت الأعمال الغوارية من كانون الثاني يناير حتى أيلول سبتمبر على أعمال غوارية محددة متفرقة وبلا تخطيط ولم تزد عن محاولة إزعاج العدو وكان الهوك يفتقرون إلى اليقظة الثورية والحذر وقد تكشف ذلك النقص في ست من أيلول سبتمبر عندما شن اليابانيون حملة واسعة لاجتفاث الهوك وجاء رد الهوك على هذه الحملة بشن هجوم مضاد ساذج تميز باليسارية الطفولية لأنه أساء تقدير قوة العدو وكانت النتيجة سيئة على الهوك ولكنها لم تكن كارثة قام الهوك خلال الفترة الواقعة بين الخامس عشر من أيلول سبتمبر وكانون الأول ديسمبر بشن مجموعة من الهجمات الصغيرة الموفقة ونصب كمائن ناجحة أدت إلى التهاب حماسة الشعب ولكنها كانت تتميز عموما بتكتيك عسكري ضعيف جدا كان جيش الشعب الهوك يتطور وينمو وأصبح بحاجة إلى إعادة تنظيمه فقسم إلى خمسة أقسام يغطي كل قسم منها منطقة عاد اليابانيون في كانون الأول ديسمبر إلى شن هجوم واسع ولكن الهوك في هذه المرة أصبح أكثر خبرة وأفضل استعدادا وحذرا فأخلى بعض المناطق من السكان وراح ينصب الكماء والمصائد لجيش الاحتلال فأنزل به خلال تلك الحملة حوالي 800 إصابة مقابل جرح فرد واحد من الهوك ولكن في آخر مراحل الحملة خسر الهوك 18 رجلا وقد ازداد حذر القوات اليابانية القتال عام 1943 نتيجة للانتصارات التي حققتها قوات جيش الشعب الهوك في نهاية عام 1942 وأوائل عام 1943 عاد إليها المرض السابق وهو عدم الحذر وضعف اليقظة الثورية وكان ثمن ذلك أن هاجم اليابانيون في آذار مارس 1943 القاعدة الأساسية لقوات الهوك في الغابة وقد سقط العديد من القتلى والأسرة وهبطت معنويات جيش الشعب ولكنه تلقى درسا آخرا بضرورة الحذر والمحافظة على السرية وعدم الاستهتار قررت قيادة المقاومة المسلحة في شهر آذار مارس عام 1943 التركيز على بناء التنظيمات الجماهيرية وإقامة حكومات محلية في المناطق التي تم تحريرها من خلال إقامة لجان الدفاع المتحدة المحلية ومنظمات الدفاع الذاتي بيو دي سي وستي بي لجنة الدفاع المتحدة المحلية بيو دي سي تتألف من خمسة إلى اثني عشر شخصاً على رأسها رئيس ونائبه وسكرتير ومسؤول مالي ومسؤولون عن التجنيد والتدريب والنقل والرصد والتعليم والصحة والزراعة والأمن أما في المناطق غير المحررة فتشكل منظمات جماهيرية تستخدم كواجهة للعمل الثوري أو تستخدم منظمات العدو عن طريق التغلغل فيها